هنروح للكرة السلة سيدات وبرضو نفس الكلام كانوا بيلعبوا طبعا اتماع الترام تمني النهائي عشان التأهل لدور السوبر وفوزنا الحمد لله في المبرايتين بنتيجة 64-22-57-36 الحقيقة طبعا الاهلي اتطلق الدور الرئيسي مع سبع فرقة تانية وما سبورتين سموح الشمس الجزيرة السيد هليوبلس مصر التأمير وتاني بفكر مطشي سوبر لكرة السلة السيدات هيبقى الاهلي وهليوبلس الاهلي حامل لقب دور السوبر اللي فات وهليوبلس حامل لقب الكأس والحقيقة هيبقى مطشي قوي لانه اليوبلس هيعمل فرقة كويسة مع جهاز فني محترم فالحقيقة تبقى المباراة مهمة جدا خليني اقول لكم مفاجأة يعني يمكن سبق الليلة احنا هنا بطولة افريقية ان شاء الله للسيدات هتقام في شهر مارس النص التالي من شهر مارس هتتعامل في مصر وان شاء الله بإذن الله بنسبة جبيرة جدا لو اتعاملت في مصر بإذن الله النادي الاهلي هيشترك فيها واحتمل تبقى احد الفرق الاخرى من مصر الشارك او فرقتين كمان من مصر الشاركية بطل انجولا ويجي بطل مورشيس والفرق القوية دي الحقيقة البطولة دي كان النادي الاهلي السنة اللي فاتت قاب قوسينة او ادنى انه ياخدها لولا فاول كده على اللاين حصل ما او هالا شعروا يعني يعني الحاكم صفر عليها فاول في وقت هي ما كانش فاول حقيقة وكل الناس قالوا كده فالحقيقة النادي الاهلي قاب قوسينة او ادنى وبيبقى لنادي قال الحق أنه يستعين بالمحترفة تانية فبتبقى الدنيا يعني قريبة جدا وبيبقى الفريق أقوى بشكل كبير في وجود طبعا ثرية ووجود طبعا قيلة واللعيبة كلهم اللي موجودين على المستوى عالي هتبقى احنا قريبين جدا من البطولة فده انفراط دينا يعني الحقيقة أنه خلاص بنسبة كبيرة نسبة 99% بطولة أفريقيا للسيدات في النص التاني من مارس هكون في مصر بإذن الله